مرحبا وصفتنا اليوم كتير جديدة ومميزة وان شاء الله انا متأكدة انه راح تعجبكم هي وصفة الامح لمفلفل درجة العادة انه بموسم عشراء انه كتير كتير بلدان وكتير ناس بيحتفلوا بطرق مختلفة وانه بيكون بطل الاحتفال هو القمح القمح كتير مفيد جدا سهل الهضم كمان في عناصر غزائية كتير مهمة ولكن في بعض الناس ما بيعرفو او بيعرفو ولكن بيعملو بطريقة يعني محددة وما عندهم افكار جديدة ليعملوا اطعمة منه فانا حبيت انه ان شاء الله بسلسلة فيديوهات راح اعطيكم افكار جديدة للامح انطلع منه وصفاتي كتير حلوة وبتمنى انهائتنا لاعجابكم اول شي بنشتري الامح من عند العطار او من السوبر ماركت بيكون في بكتات مغلفة فسواء ببكتات مغلفة او من عند العطار راح ننطفو من الاتربة ومن الاوساخ راح نغسله بالمي ونكب ميته مرة او تنتين او تلاتة لحد ما تصير صافية بعدين بنغلي مي وبنغمر الامح فيها وبنتركه 12 ساعة او ليلة كاملة ثاني يوم بنكب المي اللي كان الامح منقوع فيها وبنغسله بس دور واحد بنحط عليه ماء مغلي وبنرفع على النار بمجرد الغليان بننوز تحتو لانه نحنا ما بدنا نسلق الامح لدرجة انه يصل انه يعجن نحنا بدنا يكون قريب من الرزل مفلفل بدنا ننتبه انه الامح لما نسلقه على الغاز لما نحطه على النار انه المي تغمره بس شي 2 سنتي يعني ما نحط مي كتير لانه ما بدنا الفايدة تاعته كلها تروح بالماء لانه لسه حيكون في اضافات تانية فبدنا طعم الامح يكون مركز هلأ بالطريقة هاي تقريبا هو حياخد من نصه على ساعة لربع وهو بالطبيعة الامح بطل متل زمان كان بياخد كتير وقت طويل على الغاز ولكن في بعض السيدات بيحبوا يستعملوا تنجرة الضغط ما في مشكلة تنجرة الضغط تقريبا يعني بتاخد من ربع لتلت ساعة بيكون الامح صار مستوي بعد ما سلقنا الامح بنطفي تحته نتركه لا يبرد شوي وبعدين بنبلش نعمل وصفاتنا وصفتنا اليوم هي الامح لمفلفل بعد ما نسلق الامح رح ناخد جزء منه هاي مقلها عيار يعني هاي إلها هيك بالنظر وإلها كل حدا ورغبته رح ناخد شوي من الامح طبعا ممكن نلاقي انه الامح تشرب كل الماء ولكن ضلوا مفتح ومفلفل مثل الروز أما إذا كان فيه مي فبدنا نصفي شوي من المي لأنه ما بيسوى نعمل الوصفة هاي ويكون عليه مي بنصفي شوي على جنب بمصفاي وبعدين بنجيب معلقة سمنة أو معلقة زبدة وزيت يعني قطيب شي صراحة الزبدة والزيت أو السمنة على الحل بنسخنها شوي بطنجرة غير لاسقة أو بمقلاي غير لاسقة وبعدين بناخد الامح يلي صفناه وبنحطه على السمنة اللي صارت ساخن شوي وبنضمنا نقلب في الامح ونحمس فيه حمس كل ما حمسناه كل ما اتغلف بطبقة الزبدة أو السمنة وأخد طعم طيب وهو على الغاز بنكون طبعا خفضنا الحرارة تحته بنرش رشات خفيفة من المطيبات اللي بنحبها ارفة أو مثلا فانيلا مستيكا يعني هاي كلها بترجع لرغبة كل ست بيت بعد ما بنلاحظ انه الامح اللي اتغلف بالمادة الدهنية وصار مفتح وطلعت ريحته الطيبة بنطفي تحته النار وبنسكبه بصحون وبنرشه على وجهه سكر ناعم بودرة وبنحط كمان المكسرات اللي بنحبها لوز بندق جوز فستق حلبي ممكن كمان نحط بعض الزبيب الفواكه المجففة جوز الهند القرفة يعني كل الخيارات هاي واسعة كمان ممكن بالتمر نفرم التمر قطع صغيرة وكمان نحطه مع مرافق للصحين ويؤكل بصحة وعافية وصدقا كتير شهي وكتير رح يعجبكم باستنى منكم يتجربوه وتعطوني رأيكم ولا تنسونا تتابعونا دايما على يوتيوب ونستجرام كل المواقع ان شاء الله تواصل اجتماعي وكل عام وانتم بخير